و سعيد السراح يمامي يتذكر بك ربع قادر عندما قال لك البدوي لا يمكن أن يكون حداثيا نعم نعم وهي أحد البذليات فعلا البدوي لا يمكن أن يكون حداثيا أنا أعتقد أنه هناك تجاوز في هذه المسألة أو عدم وعي بمفهوم البداوة البلوي متشبث برأيه ولكنه في نفس الوقت لا ينكر عليك أن ترى ما تراه لدى البدو الكلمة التي أوردتها في هذا الكتاب ترى كن شامعا لك بكراعها بمعنى أن تتحمل مسؤولية كلمتك أن تحر فيما تذهب إليه ولكن تحمل هذه المسؤولية هذه القيمة لدى البادية تفهم على أنها ضرب من التعصب للرأي أنا أعتقد أنها ليست التعصب للرأي الذي ظن معه الصديق با جادر أن البدوي لا يمكن أن يكون حدثيا ليست التعصب للرأي ولكنها الإحساس بالمسؤولية الإحساس القيمة الأخلاقية التي تجعلك بقدر ما أنت مسؤول عن رأيك أنت مطالب بالمنافحة عنها وبالثبات عليه لذلك ليس هناك أسوأ ممن يغيرون مواقفهم كما يغيرون ملابسهم إذا اتسخت لا يمكن كما يقوله الرجل عند كلمته هل هي القضية قضية التزام بالقرار الذي التزامته والقرار الذي اتخذته والموقف الذي اتخذته أو لا هي نوع من أنواع صفة العناد الموجودة في الداخل التي تجعلك لا تزحزح عن الرأي لمجرد أنك قلت وقتها العناد هنا هو أحد الأسلحة التي تمكن من مقاومة محاولة الزحزحة أنت لا تتشبث برأيك من باب العناد ولكنك تتسلح بالعناد لتزداد قوة في ثباتك على موقفك يعني هو سلاح هو سلاح للمقاومة هو سلاح لمحاولة قصر الإنسان على أن يؤمن بما لا يؤمن به أو على أن يتخلى عما يؤمن به في نفس الحديث عن موضوع القبيلة في الكتاب أنت ذكرت وعرفت على الحديث الإدار بينك و بين صديقك علي القراشي في موضوع التنابز ما لا شيء منه قال للي يقرأ الكتاب يلقى النبزة ما معنى النبزة أصلا؟ السموع المعيارة وهي صفة أحيانا تكون تكون صادقة وأحيانا تكون لمجرد كلمة عابرة ولكنها هي مما يتنابز به البدو و يتقبلونه من باب دماثة الخلق بينهم و قلت أوردتها في الكتاب لماذا ليس كل ما يكتب يقال؟ لا هو كل ما يكتب يقرأ أخافي يزالون عني رفاقتي من الحديث طيب ما قل شيء طيب ما قل شيء